السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيما مباركا لا بلوغا لمتهاء ونبرأ من كل حول وفوة إلى حوله سبحانه وتعالى رب وزي ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق ونسأله سبحانه وتعالى أن يردقنا العلم والعمل به إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيد وصلى الله وسلم على سيد العلماء ومعلم المتعلمين سيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأممي وعلى آل ليته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زدنا علما ومعرفة ويقينة وتباتا وتباتا وجنبنا الزير والزلل والخضر مجاهي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم لعون الله تعالى وبهدايته وتوفيقه نستعين على طلب العلم والاستزادة منها وكلما منذ الله تعالى وختمنا كتابا أو أدمننا وهذا من الفضل وإتمان النعمة والله تعالى يحب من أحدنا إذا بدأ أو تدأ في عمل أو في علم أن يتمه إن الله يحب الأمر التمه يعني أن يكون تاما على تمام وعلى كمال والكمال يتعلق بالأعداد والتمام يتعلق بالهيئات قال تعالى ولتكملوا العدة وقال تعالى وأتموا الحج والعمر وجمع الله تعالى بين الكمال والتمال في آية واحدة اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة فالحمد الله تعالى أن أتم علينا النعمة وانتهينا من كتاب المقدمات لسيدنا الإمام السنوسي مع شرح واختصار العلامة السرقسطي واليوم المدج متصل مع الإمام السنوسي أيضا ومع السرقسطي مرة أخرى فيبدو أن رجل في برزفه يحبكم أو تعلق مدده بكم فكان هذا من التوفيق أن جاء الكتاب أو قرأ الكتاب في هذه الآونة بالذات طبعة جيدة منسقة فيها إن شاء الله العلم والفايدة وهو كتاب وصل يعني ليس كالسنوسية الكبرى الذي نمذل فيها عناء وشقاء وتعب ولا ننتهي من صفرين أو ثلاثة أما هذا فيه حسن عرض وأسلوب رائق وجميل وفيه تحصيل وإن شاء الله تعالى يوفقنا بكل خير نجال سيدنا محمد وحتى يعني كلما نحل أو ننتهي نرحل يعني نرتحل في طلب العلم خيركم الحال المرتحل وهكذا فلا تنقطع عن العلم أبل كلما انتهيت من كتاب فأمامك أحد أمريك إما أن تعود إلى الكتاب نفسه مرة أخرى تعود إليه لتدخنه ولتكون فيه متبكنا أشد تمكن فلا مانع من أن نقرأ الكتاب مرة واثنين وثلاثة هذا ليس عيما فكلما نقرأ مرة كلما يكون هناك أفاتح وتوفير وتمكن من العلم أو أن نبدأ في كتاب آخر يناسب مرحلة أخرى فإن شاء الله تعالى كلما ننتهي أو نختم نبدأ والأفضل أن نجمع بين الختم وبين البل فنبدأ في نفس اليوم أو في نفس الساعة التي نختم فيها حتى لا يكون هناك شيء من الانقطاع الإمام سيدنا السنوس طبعا على معروفة ويجبته واسعة جدا ومدولة وغلقت فيها المؤلفات أما سيدنا الشيخ الساعة قصدي فكميته أبو إسحاق ويعرف بالبناني عائلة أو قبيلة في المغرب ومولده في تونس في نحو ألف واحد وعشرين هجرية تفقها على علمائها وكان رجلا يحب العزلة الشيخ إبراهيم بن أبو الحسن عليه الأندلسي السرقسدي وكميته أبو إسحاق كان رجلا يميس إلى العزلة يعتكف في بيته لا يحب مخالطة الناس لا يخرج من بيته إلا في يوم الجمعة وكان يقرئ الناس يعني هو يعلم في بيته لا يخرج من البيت بل يدخل الناس إلى البيت يقرئ في سقيفة داري السقيفة زي أنت تعلمون أو تسمعون عن سقيفة داري ساعدة كانت فيها البيعة كان في سقيفة فأنا في داري فأجلس فيه من الصبح إلى الليل من أجل تعليم الناس ولم يتولى وظيفة إلا الإمامة في مسجد ملاصب أو قريب من بيته وله مؤلفات جميلة سهلة سلسة من هذا الكتاب اسم الهبة حتى من اسمه له من اسمه نصيب الهبة والعطى في شرح العقيدة المصباح وهو الكتاب الذي معنا وكتاب المواهب الرمضانية في شرح المقدمات السنوسية تمت قراءته وتم شرحه وهناك المواهب الرمضانية في حل الفام السنوسية يعني كانت له محبة وكان له تعلق بالإمام السنوسي فيحب أن يشرح كتب الإمام السنوسي وتوفي في نحو ألف وعين تسئين هجرية يعني في القرن الحادي عشر من هجر وله من العمر نحو سبعين سنة فالأفضل بما نجلبنا عشان تكون على الأسانيد والروحية لا تنشغل بالأسانيد والإجازات الورقية هذه أصبحت فتنة في هذا العصر تسمى فتنة الأسانيد فانشغل بالعلم ولا تنشغل بجمع الأسانيد والإجازات فلن تغني عنك إن الله شيئا فاهتم بله بالعلم خذ سند أو إجازة عامة سواء في الحديث أو في كتاب الله كبارك الله تعالى إنما في بعض الناس غاية أمله أو يعني منتهى يعني قلم أن يحصل إجازات وأسانيد دون أن يفقى في العلم شيئا وهذه الأسانيد مهما علت ولو كان أعلى الناس إسنادا في عصر دون أن يكون عالما أو تعالما لا فائدة ليس فيها كبير فائدة ولم تأخذ عليها حسنات في الأفر ولن تمنعك من دخول النار يعني مجرد أسانيد تستمد القيمة منه من العلم ذاته فاحرص عليه العلم والحفظ والتحصيل وإسنادك موصول إن شاء الله نقرأ المهد حتى يكون هناك إسناد ولكن إسناد روحي ما فيش إسناد أفتر لإجازة أفتر لماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد الخاتل النبيين وإمان المرسلين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين وبعد فهذه جمل يخوي المكلف بفهمها من التقليد المختلف في إيمان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على إيمان صاحبه وذلك بأن تعلم أولا أن الحكم العقلية منحصر في ثلاثة أقسام الوجوم والاستحادة والجوال وعلى هذه الثلاثة تدار علم الكلام فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه كالتحيل مثلا بالجرم والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده كعروق الجرم مثلا عن الحركة والسكون والجائد وعلى الصحة في العقل وجوده وعدم تموت الواحد من اليوم أو غدا بيان في باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه فإذا عرفت هذا فأول ما تبدأ به من النظر النظر في حدوث العالم وهو ما سوى الله تعالى فإذا نظرت فيه تجد يميعه أجراما تقوم بها أعراب من حركة وسكون وغيره ما فتقول في برهان حدوثه لو كان جرم من أجرام العالم كالسماء والأرض مثلا موجودا في الأذن لم يقلوا إما أن يكون في الأذن إما متحركا أو ساكنا أو لا متحركا ولا ساكنا والأقسام الثلاثة مستحيلة على الجرم في الأذن فيكون وجود الجرم في الأذن مستحيلة لأنه لا يعقل وجوده عاليا عن تلك الأقسام الثلاثة أما بيان استحالة بسم الثالث فالظاهر لأنه لا يعقل الجرم في الأذل ولا فيما يزال ليس ثابتا في الحيذ ولا منتقلا عنه وما بيانه استحالة القسم الثاني وهو كون الجرم ساكنا في الأذل فوجهه أنه لو كان كذلك لما كان لو كان كذلك لما قبل أن يتحرك أبدا لأن سكونه على هذا الفرض قديم والقديم لا يقبل العدم إنه قبل العدم لاحتاج وجوده إلى مخصص لجوازه حين إذن فيكون محدثا وقد فرر قديما فهذا تناقب لا يعقد ودليل قبول السكون العدم مشاهدتنا الحركات في بعض الأجرام وذلك يختبر جواز الحركة على جميع الأجرام لتماثلها وما بيانه استحالة القسم الأول وهو وكون الجرم في الأذل متحركا فالوجه فيه على نحو ما عرفت الآن في استحالة القسم الثاني ويزيد هذا القسم بوجه آخر من الاستحالة هو أن حقيقة الحركة لا تعقل قديمة إذ هي الانتقال من حيز إلى حيز فهي إذن لا تكون إلا طارئة على الجرم ولا بد أن يتقدم على وجودها الكون في الحيز للمنتقل عنه والقديم لا يتصور أن يكون طارئاً ولا أن يتقدم على وجوده غيره فقد خرج لك فقد خرج بهذا البرهان القطعي كون العالم كله حادث من عرشه إلى فرشه لا يتصور بالعقل أن يكون شيء منه قديمة باب في إقامة المرهان القاطع على وجود وجوده تعالى وبيان المرهان احتياج العالم إليه جل وعس إذا كان العالم حادثاً بعد ما تقرر عدمه فلا بد له من محدث إذ لا يتصور في العقل انتقاله من العدم الأصلي الذي كان عليه إلى الوجود الطارئ بلا سبب ولولا الفاعل المختار لوجوده فيما شاء من الأزمان على ما شاء من المقادر واستفاده لكان يجب أن يبقى على ما كان عليه من العدم أبداً لأباد الاستواء المقادر واستفاده الأزمان بالنسبة إلى ذاته وأما الوجود والعدم فقيرهما بالنسبة إلى ذاته سواء فيستغل أن يترجع الوجود المساوي المساوي الطارئ بلا سبب وقيل العدم السابق وأولى به لأصالته فيه وعدم اتقاله إلى سبب إذا كان ترجيع أحد المتساويين بلا سبب محالاً فاستحالة ترجيع الوجود المروح بالنسبة إلى العدم على هذا بلا سبب أحرى باب الدليل على وجوب خدمه جل وعزب ووجوب مقائل ثم يجب أن يكون محدث العالم قديماً أي لا أولية لوجوده وإلا نفتقر إلى محدثه ويلزم التسلسل فيؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له أو الدور فيؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له أو الدور ويلزم التسلسل أو الدور فيؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه وفلاه مستحيل لا يعقد ويلزم أن يكون واجباً بقائل أي لا آخرية لوجوده إلا قبل أن يبحقه العدم لكان وجوده جائزاً لا واجباً لما عرفت أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه وهذا الوجود قد فرض أنه يقبل العدم فيكون جائزاً إذن الجائز ما يصح فيه الوجود والعدم والجائز يستحيل أن يقع بلا سبب فيحتاج إذن هذا الوجود الجائز إلى سبب فيكون محدثاً وقد قام البرهان على وجوب قدمه فإذن فرض عدم وجوب البقاء فيما قام البرهان على وجوب قدمه كناقب لا يعقد باب في الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوائز وعدم اتحاده بغيره وميان الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه ويلزم أن يكون محدث العالم ليس لجبن ولا صفة للجبن لما عرفت من وجوب حدوث الأجرام وصفاتها ولا متحداً بغيره أن يكون معه واحداً وإلا فإن بقي موجودين فهما يعدان اثنين لا واحداً وإن لم يبقى موجودين فلم يتحدى أيضاً وإن عدم أحدهما وبقي الآثر فكذلك لأن المعدوم لا يتحد بالموجود وأن يكون ليس في جهة من الجهات لأنه لا يعمرها إلا الأجرام وأن لا تكون له هو أيضاً جهة لأنها من عوارض الجسم ففوق من عوارض عضو الرأس وتحت من عوارض عضو الرجل ويمين من عوارض العضو الأيمن وشمال من عوارض العضو الأيسر وأمام من عوارض البطل وخلف من عوارض الضهر ومن استحال عليه أن يكون جرماً استحال عليه أن يتصف بيذه الأعضاء ولوازمها ويجب أيضاً أن يكون قائماً من نفسه أي ذاتاً لا يختبر إلى محل وأستحيل أن يكون صفةً ومنهم من فسر قيامه بنفسه قيامه تعالى بنفسه باستغنائه عن المحل والمخصص وهو أخص من التفسير الأول ويخرج مشاركة الجوغل له في هذه الصفة والدليل على استغنائه عن المخصص ما سبق من وجوب قدمه وبقائه على استغنائه عن المحل لأنه لو كان صفةً لا استحالت تصافه بالصفات المعنوية والمعاني إذ الصفة لا تقوم بالصفة ولأنه أيضاً لو كان صفةً لا افتقر إلى محل يقوم به ثم إن كان هذا المحل إلعاً مثل الصفة لازم تعدل الآلهة وإن انفردت الصفة بالألوهية وأحكامها لازم يواج بيان الصفة بمحل ولا يتصب المحل بحكمها وهو محال وأيضاً فليس كونها إلهاً بأولى من كون محلها إلهاً باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى ووجوب القدم والمغاء لجميعها وما يتعلق بذلك وفيه خمسة فصول الفصل الأول في وجوب القدرة وأحكامها ويلزم أيضاً أن يكون محدث العالم قادراً وإلا لما أوجد شيئاً من الحوادث بقدرة لأنه لا يعقل قادر لا قدرة له غير متحدة بذلك بقدرة غير متحدة بذلك وإلا لزم كون الاثنين واحداً وهو محال لا يعقل قديمة يعني بقدرة غير متحدة بذاته قديمة وإلا كان ضدها وهو العجل قديماً لا ينعدم أبداً لما علمت أن القديم لا يقبل العدم فيلزم أن لا يقدر أبداً ومصنوعاته تشهد باستحادة ذلك وأيضاً لو كانت القدرة حادثة اللي احتاجت في إحداثها إلى قدرة أخرى ويلزم التسلسل ويلزم أن تكون هذه القدرة متعلقة بجميع الامتنات إذ لو تعلقت ببعضها دون بعض اللي احتاجت إلى مخصص لأجل استوائها في حقيقة الإمكان فتكون حادثة فقال عرفت وجوب قدمها وإن فرض تقصيصها بغير مخصص لدي منقلابه الممكن مستحيل الفصل الثاني في إثبات إغارة وأحكامها ويلزم أيضاً أن يكون محدث العالم مريداً قاصداً لفعله إذ لو لا قصده لتقصيص الفعل بالوجود بزمن مخصوص على مدار مخصوص مخصفة مخصوصة للزم بقاهه على ما كان عليه أولاً من عدم ذلك الكله أبداً آباد فإن قدرت ذاته فإن قدرت أي فرضت فإن قدرت ذاته علة لوجود العالم أو موجداً له بالطبع حتى لا يحتاج في وجود العالم عنه إلى إرادة لازم حين إذ انكلم العالم لوجود اختران العلة بمعلومها والطبيعة بمطبعها وقد عرفت وجوب حدوثه وإلا إعتراض على هذا بأن نصانع العالم الضبيعة وإنما لم يوجد أو وإنما لم يوجد العالم معها أو لم يوجد العالم العالم لم يوجد العالم معها وإنما لم يوجد العالم معها في الأذل لوجود مانع أذلي منع من وجوده في الأذل فلما انتفى المانع فيما لا يزال أوجدت الطبيعة حينئذ العالم فاسد يعني هذا فاسد لأن هذا التقدير يستلزم أن لا يوجد العالم أبدا لأن مانعه على هذا الفرض أذلي يستحيل عدمه على ما عرف أن ما ثبت قدمه استحال عدمه وكذا الاعتراض بأن الصانع طبيعة وتأخر العالم عنها في الأذل لتوقف وجوده على شرط لم يوجد في الأذل فلما وجد الشرط فيما لا يزال وجد العالم عن الطبيعة حينئذ فاسد يعني هذا القول فاسد أيضا لأن الكلام في حدوث ذلك الشرط وتأخره عن الأذل كالكلام في المانع فيحتاج هو أيضا إلى تقدير مانع أذلي فيلزم أن لا يوجد شرط العالم أبدا فلا يوجد العالم بشرطه أبدا أو تقدير شرط آخر حادث فينقل الكلام إليه ويلزم التسلسل فثبت بهذا أن موجد العالم مريد مختار لا علّة يتعالى عنها ولا طبيعة ويلزم أن يكون ذلك بإرادة قليمة عامة في جميع الممتنات حير إن كانت أو شرط لما عرفت قبله في القدرة وأن تكون إرادته لا لغرض له وإلا كان ناقصا في ذاته متكملا بفعله وذلك محال ولا لغرض لخلقه لا لغرض له هو ولا لغرض لخلقه وإلا لوجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح لهم وهو محال لما سيأتي وكما استحال أن يريد سبحانه أو يفعل لغرض كذلك استحال أن يكون حكمه على فعل يوجوب أو تحريم أو غيرهما من الأحكام الشرعية لغرض من الأبرار لأن الأفعال كلها مستوية في أنها خلقه واختراعه فتعين بعضها للإيجاب وبعضها للتحريم أو غيره لا سبب له ولا مجال للعقل فيه أصلا وإنما يعرف بالشرع فقط وبالجملة فأفعاله تعالى وأحكامه لا إلة لها وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل الشرع فمؤول بالأمارات ونحوها مما يصح الفصل الثالث فيه وجوب علمه تعالى وما يتعلق به وينزم أن يكون محدث العالم عالما لما احتوى عليه من حقائق من حقائق الصنع وعجائب الأسرار وأن يرون ذلك بعلم قديم لما سبق في القدرة منزه عن الضرورة والنظر منزه أي العلم عن الضرورة والنظر وإلا قارنه الضرر أو كان حادثا ويتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي أي علم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي وإلا لازم الافتقار إلى المخصص كما سبق الفصل الرابع في إثبات السمع والبصل والكلام وما يتعلق بذلك ويلزم أن يكون تعالى سميعا بصيرا متجلما بسمع وبصل قديمين متعلقين بكل موجود وبكلام صديم قائم بذلك ليس بحرف ولا صوت ولا تجدد ولا يطرع عليه سكوت ولا يتصد بتقديم ولا تأخير ولا ابتداء ولا انتهاء ولا كل ولا بعض ويتعلق بكل ما يتعلق به العلم أي الكلام يتعلق بكل ما يتعلق به العلم ويدل على اتصافه بهذه الثلاث العقل لاستحالة اتصافه بأفضالها والنقل هو أولى ومن ثم كان المختار الوقف لعدم أورود النقل فيه بالإثبات أو بالنفع وفي كوني الاستواء واليد والعين والوجه أسماء لصفات غير الثمانية أو مؤولة بالاستيلاء أي الاستواء مؤول بالاستيلاء وبالقدرة أي اليد والبصر أي العين والوجود أي الوجه أو يوقف على تأويلها وتفويض معانيها إلى الله تعالى بعد التنزيه عن رواهرها المستحيلة إجماع ثلاثة كان أقوال ثلاثة للثلاثة كان أقوال ثلاثة للشيخ الأشعري وإمام الحرمين والسلف الفصل السابس في وجوب حياته تعالى وإقامة إبراهيم قضعية على وجوب القدن والبقاء اليميع ما تتصف به ذات مولانا جل وعزل أنه تعالى وأنه يتعالى على الاتصاف بالحواجس ويمزم أن يكون تعالى حيا وإلا لم يتصف بعلم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام بحياة ويلزم أن يقول تعالى حيا بحياة قديمة لما سبق من وجوب قدم مشروبها والشرط يستحيل تأخره عن مشروبه واجبة البقاء يعني حياة واجبة بحياة قديمة واجبة البقاء وإلا لن تفع قدمها وقد عرفت الآن وجوبة عن وجوب قدم الحياة وكذا يجب القدم والبقاء لسائل الصفاق التي تقوم بذاته تعالى إب لو قبلت العدم لكانت حامكة لما عرفت أن القديمة لا يقبل العدم وهو تعالى يستحيل أن يتصف بصفة حادثة وإلا لكان الذاته قابلة لها في الأذل لأن قبوله لها نفسي ولو كان أيضا حادثا للذات لحتاج للذات إلى قبول آخر لذلك القبول ويتسلسل وإذا لزم أن يكون قبوله لتلك الصفة المفروضة الحدوث كائنا في الأذل صح أن يتصف بتلك الصفة الحادثة في الأذل إذ لا معنى للقبول إلا ذلك وذلك محادث أي قبوله لها في الأذل إذ الحادث لا يمكن أن يكون قديما لأن من لازم القديم أن لا يقبل العدم والحادث قد قبل العدم واتصف به فهما متنافيا فخرج بهذا أن كل ما قبلته الذات العلية من الصفات فهو أذلي واجب لها لا يتصور أن يكون حادثا وما لم تقبله الذات العلية الأذل فلا تقبله أبدا لما عرفت من استحالة أن يقرأ القبول على الذات بعد أن لم يكن لها وأيضا لو اتصف تعالى بصفة حادثة لم يجد أن يعروى عنها أو عن ضدها أو عن مثلها وإلا لجاز عروه عن جميع الصفات لأن قبوله لها ذاتي لا يتخلف وقد عرفت فيما سبق استحالة عروه عن العلم والقدرة والإرادة والحياة فثبت أن كل ما يقبله من الصفات لا يعرى عنه إلا الاتصاف بضدها أو مثله لكن ضد تلك الصفة الحادثة أو مثلها لا يكون إلا حادثة بدليل طريان بدليل طريان عدم إذ القديم لا ينعدم وما لا يعرى عن الحوادس يكون حادثا ضرورة فلزم أنه لو اتصف تعالى بصفة حادثة لوجب حدوثه ضرورة وقد عرفت وجوب قدمه جل وعلا وأيضا فهو جل وعلا لا يتصف إلا بالكمال إجماعا فيلزم في هذه الصفة الحادثة التي فرض اتصاف تعالى بها أن تكون من صفات الكمال فقد فاتت ذاته العلية في الأدل لفرض حدوثها إذ فوت الكمال نقص وهو تعالى منزه منه بإجماع العقلاء ولا يعترم على هذا بأنه لا يلزم فوت الذات العلية كمال هذه الصفة الحادثة كمال هذه الصفة الحادثة لإحتمال انتصافه بأمثالها على التوالي لا إلى أول لأننا نقول لا يخفى أن هذا الاهتمال باطل لأنه تسلسل من باب حوادث لا أول لها أو لأنه تسلسل من باب حوادث لا أول لها وهو ظاهر الاستحالة ويلزم أيضا أن تكون كل صفة من صفاته تعالى واحدة وإلا لازم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل باب الدليل على وجوب الوحدانية ووجوب الوحدانية له جل وعلا ووجوب ووجوب إسناد الكائنات كلها ابتداء بلا وساطة آلة له منها ولا معين وأنه ليس في الوجود إلا الله سبحانه وأفعاله ويلزم أن يكون تعالى واحدا في ذلك بمعنى أنه غير مركب وإلا لازم أن يكون جسما وأيضا فلو تركب من جل الأين فأكثر لم يقوم إما أن يقوم بصفات الألوهية أو يختص بيام وبالبعض والأول يلزم منه تعداد الآلهة والثاني يلزم منه الحدوث للاحتياج إلى المخصص بعضها إلى المخصص بعضها بصفات الألوهية لاستواء جميعها في قبول تلك الصفات وليس معنى نفي التركيب في الذات العالية أنها جزء لا يتجلزى وإلا لازم أن تكون جوهران فردا وبسبق استحالة الجرمية عليه مطلقا وإنما المقصود أن الذات العالية لا تقبل صدرا ولا كبرا لأنهما من عوارض الأجرام وإنهما تعالى يستغيل أن يكون جرما ويلزم أن يكون تعالى واحدا في صفات بمعنى أنه لا مثيل له وإلا لازم الحدوث باحتياج خل من المثليل إلى من يخصصه بالعالف الذي يمتاز به عن مثله وأيضا لو كان معه ثاني في ألوهيته لازم أن يكون ذلك الثاني عاما قدرة والإرادة مثله وذلك يؤدي إلى التصاف أحدهم أبو العجز ضرورة سواء اختلف عن التضار أو ضار أو اتفق لأن الفعل الواحد يستحيل قسامه فلا يمكن أن يقع إلا من أحدهما فيلزم عجز الآخر الذي لم يقع منه وإذا عجز أحدهما وجب عجز الآخر لتماثلهما وذلك يؤدي إلى أن لا يوجد شيء من العالم والعيان مكذبه وبهذا الدليل عقص وبهذا الدليل وبهذا الدليل تعرفه استحالة أن يكون لشيء من العالم تأثير البتة في أثر ما لما يلزم عليه من خروج ذلك الأثر عن قدرة مولانا جل وعز وإرادته وذلك يوجب أن يظلم الحادث القديم وهو محاد فلا أثر إذا لقدرة المخلوق في حركة ولا في سكون ولا طاعة ولا معصية ولا في أثر ما على العموم لا مباشرة ولا تولدها والثواب والعقاب لا سبب لهما عقلا فإنما الطاعة والمعصية أمارتان مخلوقتان الله تعالى بلا واصبة معينة من العبد يدلان شرعا على والثواب والعقاب لا سبب لهما عقلا إنما الطاعة والمعصية أمارتان مخلوقتان الله تعالى بلا واصبة معينة من العبد يدلان شرعا على مختار سبحانه وتعالى من الثواب والعقاب ولو عكس سبحانه في تلالتهما أو أثاب أو عاقب بدءا بلا سبب أمارة لحسن ذلك منه جل وعد لا نسأل عما يفعل وكسب العبد عبارة عن إيجاد الله تعالى المقدور فيه كالحركة والسكون مثلا مصاحبا لكثرة حادثة تتعلق بذلك المقدور من غير تأثير لها فيه أصلا هذا هو تعليف الكسب وهذا الكسب هو متعلق التكليف الشرعي وأمارة الثواب والعقاب شرعا لا عقلا والذي يدل على مصاحبة هذه الكثرة الحادثة للفعل وإن لم يكن لها فيه تأثير ألبكت إدراكنا الفرق ضرورة بين حركة الارتعاش ونحوها من الحركات الاضطرارية وبين غيرها من الحركات الاختيارية ولا فرق بينها بعد السدر التابع يعني لا فرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية ولا فرق بينها بعد السدر التام إلا كون هذه الاختيارية مقرونة بقدرة حادثة في العبد يحس بها يحس بها فيسر الفعل عليه بخلاف الأولى الاضطرارية فخرج لك من هذا أن بقولنا إنما الفعل الذي لم يحس صاحبه فيه الاضطرار قدرة حادثة في العبد هي عرض من الأعراض كالعلم ونحوه تتعلق بالفعل وإن لم نرى لها تأثيرا أصلا إن فصلنا يعني بهذا البيان إن فصلنا عن مذهب الجبرية القائلين بنفي قدرة حادثة من العبد مطلقا وبقولنا ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلا وإنما هي تتعلق به وتصاحبه فقط إن فصلنا عن مذهب القدرية أو القدرية ميوس هذه الأمة القائلين بأن تلك القدرة بأن تلك القدرة الحادثة في العبد بها يخترع العبد أفعاله يخترع أي يوجد أو يخلط يخترع العبد بها يخترع العبد أفعاله على حسب إرادته قالوا ولذلك أطاع وعصى يعني بسبب هذه القدرة الحادثة مكرته من أن يطيع وأن يعصى وعليه أثيب يعني على هذا على فعله هذا الذي كان بالقدرة الحادثة وعليه أثيب وعوقب يعني أثيب على فعله وعوقب على عدم فعله وقال سبق لك أن السواب والعقاب لا سبب لهما عقلا عند أهل الحق وأن الطاعات والمعاصي أمارات جعلية لا علل عقلية فأتحقق بهذا أمارات جعلية لا علل عقلية ضط لا علل وليست لا علل لا علل عقلية فأتحقق بهذا تمييز مذهب أهل الحق عن المذهبين الفاسدين أي مذهب الجبرية ومذهب القدرية وهما مذهب الجبرية والقدرية فإن تمييزه عنهما مما يلتبس على كثير وكذا لا أثر للطعام في الشبا ولا للماء في الزيت أو في النبات أو للنظافة ولا للنار يعني لا أثر للنار في الإحراب أو مل الطعام يعني لا ينضج طعام بها أو مل الطعام ولا للثوب والجدار في السدر يعني لا أثر للثوب أو للجدار أي الحائق في السدر أو في دفع الحر الثوب أو للجدار لا أثر لهما في دفع الحر والبر ولا للشجرة في حفول الضل ولا للشمس وسائل الكواكب في الضوء ولا للماء البارد في كسر قوة حرارة ماء آخر أي ماء ساكن كما لا أثر لذلك في الآخر في كسر قوة برد يعني كما أن الماء الحار لا يكسر قوة البرودة كذلك كما لا أثر للماء البارد في كسر حرارة الماء الساخن كذلك لا أثر للماء الحار في كسر برودة الماء البارد وقس على هذا وقس على هذا كل ما أجر الله تعالى العادة أن يوجد عنده شيئا أن يوجد عنده لا به ولتعلم أنه ولتعلم أنه أو ولتعلم لا من أمر أو لا من التعليم ولتعلم أنه من الله تعالى بدءا بلا وساطة بلا واسطة ولا أثر فيه لتلك الأشياء المقارنة له لا بطبعها ولا من قوة مثلا أو لقصية اللي جعلها الله تعالى فيها كما يعتقده كثير من الجهلة وقد ذكر غير واحد من محقق الأئمة الاتفاق على كفر من اعتقد التأثير تلك الأشياء بطبعها والخلافة يعني وقد ذكر غير واحد الخلافة في كفر من اعتقد أن تأثيرها بقوة أو خاصية جعلها الله تعالى فيها وإن نزعها أي وإن نزع الله تعالى الخاصية وإن نزعها لم تؤثر فقد عرفت بهذه الجمل ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل باب ما يجود في حقه تعالى والتنين على عدم أجوب مراعاة تعالى للصلاح والأصلح لخلقه وأن ما وقع من ذلك بمحض اغتياله تعالى تفضلا منه جل وعز وبيان جواز رؤيته تعالى وما يتعلق بذلك وأما الجائز فهو كل فعل من أفعاله تعالى لا يجم عليه منه شيء ولا مراعاة صلاح ولا أصلح وإلا لما وقعت محنة دنيا ولا أخرى ولا تكليف بأمر يعني وإلا ما وقعت محنة وما وقع تكليف بأمر ولا نحن ومن الجائزات يعني مما هو جائز في حقه ومن الجائزات رؤية المقلوق له تعالى في غير جهة ولا مقابلة إذ كما يصح تفضله سبحانه بقلق إدراك لهم في قلوبهم يسمى العلم يتعلق به تعالى من غير جهة ولا مقابلة كذلك يصح تفضله تعالى بقلق إدراك لهم في أعينهم أو غيرها يسمى ذلك الإدراك البصر يتعلق به تعالى على ما يليق به وقد أخبر بذلك الشر في حق المؤمنين في الآفرة أي أخبر الشر بأن المؤمنين جرون الله تعالى في الآفرة وقد أخبر بذلك الشر في حق المؤمنين في الآفرة فوجب الإيمان به والرؤية عند أهل الحق لا تستدعي بنية مخصوصة ولا جهة ولا مقابلة وإنما تستدعي مطلق محل تقوم به فقط وليست بانبعاث يعني وليست الرؤية وليست بانبعاث أشعة من العين ولا يمنع منها قرب ولا بعد مفلطان قرب شديد أو بعد شديد ولا حجاب كثيف بعضه في بعض كما لا يمنع ذلك من العلم يعني الحجاب والقرب والبعد لا يمنع من العلم فكذلك لا يمنع من الرؤية قرب شديد فالله تعالى علمه شامل ومطلق لا يحجبه شيء فكذلك لا يحجبنا عن رؤيته تعالى شيء وما تقرر من الموانع في الشاهد فبمحض اختيار الله تعالى يعني هذه الأشياء هذه المذكورات موانع في الشاهد لا تغائب ولا يقال تغائب على الشاهد وما تقرر من الموانع في الشاهد فبمحض اختيار الله تعالى أن يحجب عندها لا بها وإنما الموانع عند أهل الحق أعراض متضادة للبصر تقوم بجوهر فرد من العين بحسب العادة وتتعدد بحسب ما فات من الرؤية كما أن البصر بالنسبة إلينا عرب يقوم بذلك الجوهر الفرد من العين عادة ويتعدد بتعدد ما رأى من المبصرة باب الدليل على ثبوت رسالة الرجل عليه الصلاة والسلام عموما وعلى ثبوت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وبيان وجه دلالة المعجزة وتقريبه بالمثال يعني تقريب وجه دلالة المعجزة بالمثال ومن الجارزات بعثته سبحانه وتعالى بعثته سبحانه رسله للعباد ليبلغوهم أمر الله تعالى ونهيه وإباحته وما يتعلق بذلك وأيدهم سبحانه فضلا بما يدل على صدقهم فيما بلغوا عنهم بحيث يتنزل ذلك منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عنهم وقد مثل لك أئمتنا رضي الله عنهم بشخص ادعى في محفل عظيم بمجلس ملك والملك فاتحجب الجميع عن مشاهدته أي عن مشاهدة الملك أي عن مشاهدة نفسه فقال أتعرفون لما جمعكم الملك جمعكم ليأمركم بكذا وينهاكم عن كذا والقائل هنا الشخص الذي ادعى أتعرفون لما جمعكم الملك جمعكم ليأمركم بكذا وينهاكم عن كذا ويعلمكم بأنكم استقبلتم هولا جسيما وأمرا تذوب القلوب من مجرد سماعه وكربا يمنع نوم العقلاء عظيما يعني وكربا عظيما يمنع نوم العقلاء لا يسلم منه إلا من بادر الآن لاستعداده قبل هدومه وألقى السمع وأحضر الفكرة لما نشير عليه الملك في ذلك من مكنون علومه وقد أمرني لتبليل ذلك الآن فالبدارة البدارة إذ ليس بينكم وبين ذلك الأمر المخوف إلا القليل من الزمان إذ ليس بينكم وبين ذلك الأمر المخوف إلا القليل من الزمان وأنا لكم بين ذلك الهول الناصح الأمين يعني وأنا لكم الناصح الأمين بين ذلك الهول والنذير العريان وقد أنهيت إليكم رسالة الملك فمن أطاعه وأحسن النظر لنفسه فقد استخلصها واغتنم عظيم رضا ومن عصاه وأهمل النظر لنفسه فقد تعرض لما لا يطاق من هول سغط الملك ولا أحد يطيق إنقاذه من عظيم ردا الردا يعني الهلاك ولا أحد يطيق إنقاذه يعني لا أحد ينقذه من الهلاك أو من الهلاك العظيم ولا أحد يطيق يعني يقدر على إنقاذه من الهلاك وقول هذا تعلمون أنه بعلم من الملك ومرأ منه الآن ومسمع وإنه وإن حجبنا الآن عن مشاهدته فليس هو محجوبا عن رؤيتنا وسماع ما يجري بيننا وهو الذي يضع من يشاء ويرفع من يشاء وهو القادر أن يعاقبني إن كذبت عنه ولا بلجأ لي إن عصيت ولا مهرب لي ولا مدفع وقد عهدتموني من لدو النشأة لا أسمع لنفسي بكذبة أو بكذبة على من هو مثلي وعلى شاكلتي وإن نفعتني يعني لم أنشأ على الكذب ولا أسمع لنفسي ولو بكذبة بكذبة واحدة على من هو مثلي ومن هو على شاكلتي يعني على هيئة بشر مثلي وإن نفعتني أي تلك الكذبة وإن كنت سأنتفع من ورائها وإن نفعتني وأمنت فيها من كل ضرر ما حييت فكيف التجاسر بعدما تكامل عقلي بعدما تكامل عقلي وانقضت يعني ذهبت صبوتي أي فترة شبابي وانقضت صبوتي واشتعل الشيء في صبري ولحيتي أو في صبغي ولحيتي على أن أكذب على الملك بمرء منه ومسمع مع علمي بعظيم صفوته وقهره وأليم عقوبته لمن تعرض لجنابه العلي واستخف بعظيم أمره فأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن كذبت عنه حرفا يعني إن قلت عنه أو نقلت عنه حرفا واحدا كذبا وأنا أتحقق أني يعني أنا على يقين وأنا أتحقق أني لو تقولت عليه بعض الأقاويل وفهت لكم عنه خلفا خلفا يعني كذبا وفهت لكم عنه خلفا لأخذ مني باليمين ولقطع مني الوتين ولا أجل منكم أحدا عني حاجزين ثم إن لم يقنعكم ثم إن لم يقنعكم هذا في تحقيق صدق مقالتي واستربتم فيها واستربتم يعني شكبتم الرباء الشك واستربتم فيها مع ما جربتم التجريب التام من كمال نصح لكم وشدة رعفتي لكم وعظيم شفقتي وشرف سابقتي وتنزيه عن كل رذيلة خصوصا رذيلة الكذب وما تتحققون من حسن سيرتي فهنا ما يققع العذر لكل أحد وتطلع به شموس المعرفة الضرورية على أفاق القلوب حتى لا ينكرها إلا من تعرض أو حتى لا ينكرها إلا من تعرض لسخط الملك وحقت عليه كلمة العذاب فعاند وجحت وذلك أن أسأل الملكة كما تفضل ببعثي إليكم لبيان مراشدكم وإن ذلك قبل هجوم ما يفوت معه استعدادكم لمعادكم أن يتفضل أيضا بإبانة صدقي في ما عنه بلغت وأني ما كذبت عنه وما نزعت بأن يخرق عادته ويفعل كذا مما ليس عادته أن يفعله ويخصني بالإجابة بذلك المصدق الخارق دون من بقي منكم يسأله مثل ذلك الخارق ويبتغي به معارضتي وتكذيبي في مقالتي وليس هو في الصدق على مثل حالتي ثم قال أيها الملك إن كنت صادقا فيما بلغت عنك فاخذ عادتك وفعل كذا فأجابه الملك إلى ذلك وفعله على وفق ما سأل وقد علم الجميع أنه لا يتوصل إلى مثل ذلك الفعل من الملك وقد علم الجميع أنه لا يتوصل إلى مثل ذلك الفعل من الملك بحيلة من الحيل أو قد علم الجميع أنه لا يتوصل أي كاذب إلى مثل ذلك الفعل من الملك بحيلة من الحيل ولا خفاء أن ذلك الفعل من البلك يتنزل منزلة تصريحه بصدق الشخص في كل ما يبلغ عنه والعلم بذلك ضروري لمن حضر ذلك المجلس أو غاب عنه ووصله قبره بالتوازل ولا يخفى أن هذا المثال مطابق لحال رسل عليهم الصلاة والسلام ولا خفاء أنه قد علم ضرورة من سيرته عليه الصلاة والسلام التزام قد علم من سيرته التزام الصدق ورفع الهمة عن كل دناء أنه قد علم ضرورة من سيرته عليه الصلاة والسلام التزام الصدق ورفع الهمة أي التزام رفع الهمة عن كل دناء والزهد أي التزام الزهد في الدنيا بأسرها بحيث استوى عندهم ذهبها ومدرها والتزام غاية التواضع يعني قد علم عنهم التزام غاية التواضع مع الفقراء والمساكين وإسقاط الجاه والمنزلة عند القلب وطلبها أي المنزلة والجاه عند الملك الحق وعظيم ما جبله يعني قد علم عظيم ما جبله عليه من الشفقة على جميع الخلق هذا في شأن الرجل والنصح التام لعباد الله والنصح التام لعباد الله دعاله وكثرة الخوف منه جل وعلا والمبادرة لانتسال ما بلغوه عنه قبل كل واحد والمعظمة قبل كل واحد أي قبل كل أحد والمعظمة إلى الممات على دعاء الخلق أي على دعوة الخلق إلى الله دعاله مع التسوية في ذلك بين وضيعهم ورفيعهم وغنيهم وفقيرهم وفطنهم وبليدهم وأعجميهم وتصيحهم وحرهم وعبدهم وذكرهم وألثاهم وحاضرهم وغائبهم وملكهم وسوقتهم السوق العلمة ثم مع ساعة الصدر لحمل سوب ألبهم وشدة جفائهم والرعفة على جميعهم أكثر من رعفتهم على أولادهم بل على أنفسهم من غير عوض يأخذونه منهم فأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يطلبون عوضا ولا يطلبون أجرا على تبليل رسالة من غير عوض يأخذونه على ذلك ولا منفعة دنيوية تحصل لهم من قبلهم بل هم عليهم الصلاة والسلام تعرضوا لذلك لشدائل وأهوال نالتهم من جهتهم لا يثبت لها إلا من هو على صميمهم أو على لا يثبت لها إلا من هو على صميم الحق أو على صميمهم الحق يعني المتحقق على صميمهم أي على تصميمهم قد شغله التلذل برضى مولاه عن أن يستعظم شيئا يوصله إلى مراده منه ومناه وقد ثبت بالتواتر ما نالهم عليه الصلاة والسلام من عظيم إذاية الخلق بسبب دعائهم إلى الله تعالى حتى إنهم تجاسروا على أعظم الخلق وأكرمهم على الله تعالى نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فآذوا وضيقوا عليه وقاتلوا حتى إنهم كسروا ربائيته وأدموا منه ذلك الوجه الأبهر الأرفع الكريم وحجبوا عن مشاهدة تلك المحاسن التي الكشف عن أدناها يدهش الفكر وحجبوا أي حرموا من مشاهدة تلك المحاسن التي الكشف عن أدناها أي أقلها يدهش الفكر وتسكن النفس لما ترى من خرق العادة في ذلك الخلق الوسيم والخلق العظيم النفس تسكن أي تطمئن وتسلم عندما ترى هذا الخلق الجميل العظيم الذي جعل الله تعالى عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيم والخلق العظيم وكيف وقد استقبلهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بشمس ضلعته ومحاسن قمل وجهه مباشرا لهم بتلك الذات الزكية المرفعة ليأخذ بحجزهم عن النار حريصا كما قال الله تعالى لقد جاءتوا رسولهم من أنفسكم عزيزهم عليه ما عندتم حريصا حريصا على ردهم عنها أي عن النار ولو بالسيف يعني من شدة حرصه لا يفتفي بمجرد الدعوة بل أحيانا يستعمل السيف كما قال صاحب الجوهر فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق ولو بالسيف قبل أن يفوتهم الأمر للعلول في دار البواحة فهذا كله يدل بمجرده على أنهم عليه الصلاة والسلام صادقون في كل ما أتوا به عن الله تعالى وقرينة حالهم وحدها تنافي حالة الكذب ضرورة فكيف قد أيدهم الله بخوارق يعني لو لم يؤيدوا بخوارق ومعجزات لكانت أحوالهم كافية في أنهم لا يكذبون على الله كيف؟ وقد أيدهم الله تعالى بخوارق يقطع يعني مع هذه الخوارق بأنه لا يتوصل إليها أو يقطع بأن هذه الخوارق لا يمكن الوصول إليها بحيلة يقطع بأنه لا يتوصل إليها بحيلة سحر ولا بخوض في طب يعني لا يمكن أن تكون هذه صناعة من الكيمياء أو الطب أو حيلة من السحر ولا غيره يعني لا يمكن أن يتوصل إلى هذه الخوارق أو المعجزات بسحر ولا طب ولا غيره كالكيمياء أو العلوب الأخرى وهذه الخوارق كمثل إحياء الموتة فلا يمكن أن يصل الطب الطب مهما بلن لا يمكن أن يصل إلى إحياء ميت هل رأيتم جابك؟ هل هذا حدث في الموجود ولو مرة مرة إنما حدث على أيدي هؤلاء من باب خرق العالم كإحياء الموتة وفلق البحر أقوالاً كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرق بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم أي كالجبل الشامل فلا يمكن أن يحدث هذا للبحر بسحر ولا بحيلة ولا بطب ولا بأي قوة على وجه الأرض أن يضرب أحد الأرض أو البحر بعصاك فينقلب الماء ويتحول إلى أطوال شامخة أي إلى جبال مرتفعة ونحو ذلك ولو كان ذلك مما يتوصل إليه بالحيل لستحال عادة أن يفردوا بذلك عن جميع أهل الأرض لو كان الأمر يخضع للحيلة لتوصل غيرهم إلى مثل ما توصلوا إليه هذا وقد علم ضرورة أنهم كانوا في غاية البعد عن هذه العلوم أي الطب والأندسة والكيمياء كانوا في غاية البعد عن هذه العلوم بل إن سيد الأولين والآخرين لم يكن على علم بأي علم بل وصفه الله تعالى بأنه أمي لم يتعلم على أحد من البشر أي علم من العلوم وقد علم ضرورة أنهم كانوا في غاية البعد عن هذه العلوم وأربابها يعني وأصحابها يعني الذين ألفوا فيها أو كانوا مشهورين بها كانوا في غاية البعد عن هذه العلوم وأربابها وأسبابها يعني لم يكن النبي صلى الله حتى لو كانت له صلة بأصحاب هذه العلوم لم يملك الأسباب لأن أسباب العلم القراءة والكتابة وهو لم يملك الأسباب فكيف يتعلم هذه العلوم دون أن يملك أسبابها وقد علم ضرورة أنهم كانوا في غاية البعد عن هذه العلوم وأربابها أي وأصحابها وأسبابها أي الموصلة إليها وهذا يؤيده قوله تعالى وما كنت تكلو من قبله أي القرآن من كتاب يعني لم يكن يقرأ يكلو ولا تخط بيمينك أي لم يكن يكتب لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر واحدة لم يخط ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المقطنون يعني لشكوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أي من كتابه أو كتب بقلم أو بأداء ما حدثت له مريبا ثبت أنه كتب لكن بعد القرآن وما كنت تكلو من قبله ولم ينفي منه بعده ففي صلح الحديب ثبت أنه ففي صلى الله عليه وسلم لما انتنع كتب أي النبي نفسه أو محأت كلمة رسول الله بنفسه ولو كان لا يعرف القراءة لمح الكلام كله لكن محأ الموضع بالذات وكتب وكانت الكتابة منه خرقا للعادة ولكنها لم تقع إلا مرة واحدة ولكن بعده الرسالة قبلها لم يحدث والبعض تكلم بكلام غير هذا وهناك كتاب لابن الوليد الباني وهو تحقيق المنهج فيه هل كتب النبي والكتب أي مارس الكتاب تحقق في هذا الكتاب مجلد ومقوم تحقيق المذن في أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وكتب به تخطي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون وهذا مما أقر به الموافق والمخالف أي من وافق ومن خالف أقروا أي اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا ولا قابعة هذا مع أن في نفوس الأعداء الحسدة ما يحرك الدواعي إلى البحث والتفتيش والعادة تحيل يعني إذا كان هناك إنسان حاسد لك أو عدو لك فعداوته وحسده يحملان على البحث في أحوالك والتفتيش والسؤال عنك كثيرا حتى يجمع عليك أي خطأ أو حتى يثبت عليك الكذب أو غير ذلك يقلب ويبحث في أحوالك ما الذي يدعوه إلى ذلك الحسد أو الحمد وهذا هذا مع أن في نفوس الأعداء الحسدة ما يحرك الدواعي إلى البحث والتفتيش والعادة تحيل أن تكون لهم نسبة إلى شيء إلا ويعلم ويقرعون به أو يقرعون به التقرير يعني التشهير بهم أو أنه ثبت شيء مما يتكذبهم أو افتراؤهم لا كان التقرير أي التشهير بهم والتعريض بهم ويشتهر أمره حتى لا يخفى على أحد يعني هذا ينقله إلى هذا وهذا ينقله إلى ذلك حتى يصبح معلوم للجميع وبالجملة فصدق الرسل عليه الصلاة والسلام معلوم على الضرورة لكل موفق وعصمتهم من الكذب معلومة عقلا بدليل المعجزة ومن كبائر المعاصي يعني عصمتهم من الكذب ومن كبائر المعاصي وصرائر الخسة يعني الصرائر التي تؤدي إلى الخسة يعني إلى عدم احترامهم أو إلى تحبيرهم ومن سائر الذنوب يعني عصمتهم معلومة بالعقل وبدليل المعجزة من الكذب هذا معلوم لأنه لو كذبوا وأيادهم الله تعالى بالمعجزات لكان الكذب منتوبا إلى المرسل إلى الله عز وجل لا إليهم وهذا يستحيل العقل أن ينسب الكذب إلى الله تعالى وعصمته من الكذب معلومة عقلا بدليل المعجزة لأن الله تعالى لا يمكن أن يصدق الكذب لأن تصديق الكذب كذب تصديق الكذب كذب وتكذيب صدق تكذيب الكذب صدق وتصديق الكذب كذب ومن كبائر المعاصي يعني معصومون من الكبائر أما الصلائر فقالوا معصومون من صلائر الخسة كسارقة بيضة أو تطفيق في حبة أو اختلاس نظرة يعني يمر في الطريق فيختبس نظرة يعني يظهر للناس أو لمن معهم أنه لا ينظر إلى العورات ويغافل الذي معه يأخذ نظرة سريعة هذا يسمى اختلاس له هذا من الصبائر ولكن الله عصومون لأنه يدل على الخسة لا يدل على الرفعة ومن سائر الذنوب يعني ثبتت عصمتهم من سائر الذنوب بالإجماع فإن الخلق المبعوثين هم إليهم مأمورون بالاقتداء بهم يعني لو أنه يجوز على الأنبياء والمرسلين فعل أي معصية والخلق الذين بعز إليهم الأنبياء والرسل الخلق هؤلاء مأمورون بالاقتداء بهم أو باتباعهم فيكون حينئذ الخلق مأمورون بالمعصية لأنهم مأمورون باتباع الرسل والأنبياء والأنبياء أو الرسل يقعون في المعاصي والذنوب فعندئذ يكون الخلق مأمورون بالمعصية والله تعالى لا يأمر بالمعصية ولا يأمر بالفحشة فإن الخلق المبعوثين هم إليهم مأمورون بالاقتداء بهم وطالما الخلق مأمورون بالاقتداء بهم إذن فهم معصومون لأنه لو جادت عليهم المعصية لما أمرنا أن نقتدي بهم ولا أن نتبعهم كيف نؤمر باتباع العصة وباتباع المذنبين ولا يأمر الله تعالى بمعصية والأمانة أي وصفة الأمانة يعني معصومون وعسمتهم من الكذب معلومة عقلا وكذلك اتصافهم من الأمانة معلوم أيضا فكأن الأمانة هذه صفة واحدة تحت أخط الأمانة يعني صفة الأمانة وأفضلهم أي أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم نبينا وأفضلهم نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه إلى أهل الأرض الكافرة وأيده بمعجزات لا حصر لها حتى بعض قال حتى الأنفال جميع أحواله وأقواله وأفعاله كلها معجزة وليست المعجزات محصورة في عدد معين ذاته وسيرته وأفعاله وكلماته حتى مجرد الكلام كان معجزا كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خضل في حجة الوداع في مئة ألف أو يزيدون ومع ذلك كان آخر الناس وأبعدهم يسمع الصوت كالذي قريب منه وهذا ما قالهم سيدنا جادر رضي الله عز. قال خضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بصوت سمعه من بعد كمن قرب حتى في الرؤية العادية كان يرى من خلفه فكل أحواله ليست على سبيل العادة كانت خواله وعيده بمعجزات لا حصر لها وأفضلها القرآن العظيم معجزات كثيرة غرب منها كلام الله معجز بشق وأفضل أفضل المعجزات القرآن العظيم الذي إعجازه مترك بالعيان ومسألة إعجاز القرآن تحتاج إلى وقت طويل كيف يكون القرآن معجزا وهو قديم وما هو وجه الإعجاز معجز في ماذا في تراكيبه في مسلومه في سوره في آياته في معانيه فيما أخبر به وجوه كثيرة نتحقق بها مع أن القرآن تأليفه من كلمات العرب ومن الحروف العربية إلا أن الإنس والجن كما قال تعالى لا يستطيعون أن يأتوا في مثل هذا القرآن قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أمن يأتوا في مثل هذا القرآن لا يأتون به لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم غير فلا يمكن ولا يحدث منذ أنزل الله القرآن إلى أن يستطيع أحد والأجاز ليس في الآيات ولذلك التحدي لم يقل وإن كنتم لم يقل سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بآية لما قال فأتوا بسورة فالأجاز لا يقع بالآية إنما بالسورة لأن الآية ممكن أن تكون كلمة واحدة أو حروف أما السورة فيها تراكيب والأجاز هو في التركيب في الأسلوب وليس في الكلمات الكلمات والحروف ليس فيها أعجاز الأعجاز في التركيب يعني في إسناد الجملة في المبتدأ أو الخبر أو في تركيب الجمل القرآني أو في بلاغة القرآن ولذلك القرآن مثلاً كيف يعني إذا بحثنا في كلام العرب نجد كلام العرب لا يخلو عن نظم شعر كلام منظوم ونثر هل هناك باسم آخر إما أن يكون نظماً شعراً أو نثر فإذا سئلنا هل القرآن نظم؟ لا هل هو نثر؟ لا فالقرآن هو القرآن فقط لا نستطيع أن نقول من الشعر ولا من النثر ولذلك هذه دعت أحد كبار الصحابة إلى الإسلام لما استمع القرآن وكان في سورة الحاقة وقع الكلمات قوي جداً الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالطاغع وأما عاد فأهلك بليح صرصر عافية لا يمكن أن تجعله من الشعر ولا من النثر وليس من مألوف ما اعتاد العرب سماعه فدفش أخذ السمع حتى قال لما رأى أواخر الآيات كأنها سيئة فقال هذا وقع في نفسه أنه نوع من الشعر لا يقدر عليه غير محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قوله تعالى في آخر السورة فلا أقسم بما تبسرون وما لا تبسرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وقع في نفسه أنه شاعر فلما سمع نفي الشاعر قال إذا هو من كلام الكبحان ولا بقول كاهر فجل الرجل كل ما قع في نفسه ينفى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنه ولا بقول كاهر قليلا كذا فما هو فسمع الإجابة تنزيل من رب العالم فأمى أن الإنسان إذا علم الحقيقة لا يملك إلا الإيمان ويده بمعجزات لا حصر لها وأفضلها القرآن العظيم الذي إعجاده مترك بالعيان ويجب تصديقه صلى الله وسلم في كل ما أتى به عن الله تعالى كالبعث لعين هذا البدن لا لمثله فلن يعاد وقل يعاد الجسم بالتحقيق إذا الذي يعاد هو عين الجسم الذي بنيه أو فنيه وليس مثله نفس الجسم كالبعث لعين يعني لنفس البدن لا لمثله إجماعا لمن اختلف به وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وكيل عن تفريق هذا مختلف هذا يعاد بعد الانعدام بالكلية أو بعد تفريق الأجزاء فلا يبقى جوهران فردان على اتصال فهذه الإعادة عن عدم ولا عن تفريق هذا مختلف وما لصاحب الجوهرة إلى إيه؟ إلى أن الإعادة عبارة عن جمع الأجزاء المتفرقة ويشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم وهذا دليل على البعث قال رب ألني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى قال فهذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل علىك كل جبل منهن جدها ثم ذهن يأتينك سعيا إذا فما هي الإعادة؟ هي جمع الأجزاء والبعض قال الإعادة هي كأنها خلق يديد قل يحييها الذي أنشاءها أول مرة فلا يبقى هناك أي أجزاء بل تنعلم بالكل إلا إيه؟ عجب أدنا وهذا فيه تفسير سيأتي في موضعه إن شاء الله إنما الكل أجمع على أن البعث لعين البدن لا لمثله إجماعا ونحوه من سؤال القبر ونعيمه وعذابه والصراط والميدان كل هذه عقائد سمعية والحوض أي حوض إيماننا بحوض الخير غزر كما في الخبر الإيمان بالحوض والشفاعة الشفاعة للأنبياء وهزر والملائكة والعلماء والأولياء والشفاعة الأمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة للعطاء في إنقاذهم من النار بعد نفوذ الوعيد في جماعة منهم إجماعاً وتأييد يعني ينفذ الوعيد ولو في واحد ثم تكون الشفاعة ولهذا قال بعد نفوذ الوعيد في جماعة منهم إجماعاً ولذلك اختلف الماترذية مع الأشاعر في هذه المسألة هل يمكن أن لا ينفذ الوعيد ولو في واحد لا يتحقق يعني مثلاً قالوا هل يجوز أن تدعو وتقول اللهم مغفر لجميع المسلمين جميع الظنوب عند الأشاعراء جاهز لابد أن ينفذ وواجب تعذيب تعذيب بعض ترتكب يعني ينفذ الوعيد ولو في واحد والأشاعراء يقولون بأن الوعيد ينفذ في العصار ولكن ممكن أن يكون هذا النفال في عصار الكفر إذا فقد نفذ ولا يشترم أن يكون في عصار الموحدين وهذه مسألة خلافين والحظ والشفاعة للعصار في إنقاذه من النار بعد نفوذ الوعيد في جماعة منهم إجماعا وتأبيد تأبيد يعني النعيم ليس مؤقت ليس كالزواج متعة مؤقت نعيم مؤقت وتأبيد نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين فما هو الذي ينقضع عذاب عصار المؤمنين والعصار المؤمنين ينقضع عنهم العذاب بعد فترة أو بالشفاعة أو بعفو الله أما الذي مات على الكفر لا ينقضع العذاب عنه وكذلك النعيم وكذلك النعيم بالنسبة لأهل الجنة لا ينقضر أن أتى خالبين فيها أمنا ومعرفة تفاصيل ما أتى به صلى الله عليه وسلم مبين في كتب الأئمة يعني إلى هنا انتهى علم السلام أو علم التوحيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جاء بأوامر جاءنا بمنهج جاءنا بنظام أين نعرف هذا؟ قال هذا مبين في كتب الأئمة حتى لا نهمل الفقه والحديث والقصد بهذه المقالة إنما هو ذكر يعني هو لم يقصد بيان كل ما جاء وإلا لا دخل في علوم أخرى وإنما قال والقصد بهذه المقالة يعني بهذا بهذا التأريف أو بهذا الكتاب إنما هو الذكر ما يخرج أو ما يخرج المكلفة من التقليد في العقائد وفهم هذه الجمل وفهم هذه الجمل وفهم هذه الجمل وافن لذلك يعني هذه الجمل لما أول ما بدأ ماذا قال في أول كلمة؟ قال وبعد 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 أول فهذه جمل تخرج تخرج المكلف به بفهمها فلم ينس ما وعد به أو ما ذكر في أول المدنة فماذا قال هنا؟ قال والقصد بهذه المقالة والنما هو ذكر ما يخرج المكلف من التقليد في العقائد يعني يخرج عن كونه مبلداً وأيضاً فهم وفهم هذه الجمل وافن بذلك ما معنى وافن بذلك؟ بأنه إذا فهم هذه الجمل يخرج من كونه مقلداً في العقائد وفهم هذه الجمل وافن بذلك إن يسر الله سبحانه وتعالى إن يسر الله سبحانه أتم وفاة يعني يريد أن يقول وفهم هذه الجمل وافن أتم وفاة وهو جل وعلا المستعان والمسكول أن يخرجنا يعني يريد أن يقول لك إياك أن تعتمد على هذه العقيدة أو على علم الكلام برمته وإنما هو مجرد سبب سبب عادي فممكن أن تصبح كالرازي مثلاً ولا ينفعك علم الكلام بأن يرديك وإنما التوفيق والنفع الحقيقي إنما هو من الله وهذه مجرد أسباب فإياك أن تغفل عن هذه الحقيقة فقال إن يسر الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا المستعان والمسكول أن يخرجنا يعني هو الذي هو المخرج لنا حقيقة وليس هذا العلم هو الذي يخرجه إنما هو سبب سبب عادي لا سبب عقلي أن يخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور وأن يكرمنا ويكرم على أيدينا يعني أن يكرمنا وكرمه تعالى واسع ولكن نرجوه أن يحقق الكرم على أيدينا حتى يكون الثواب باقياً والعطاء موصولاً وأن يكرمنا وأن يكرم على أيدينا بما يوجب لنا ولأحبتنا من التنعم في أعلى الفردوس إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى ولأحبتنا من التنعم في أعلى الفردوس بشيء في معرفته ولذيذ رؤيته أعظم السرور وصلت لهم على سيدنا محمد عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون فقلنا هذه الصغة نقلت عن سيدنا الإمام الشافي بروايات مختلفة ولكن اختار كثير من أهل العلم أن تأتي بضمير الخبار بالنسبة لله تعالى وبضمير الغيبة بالنسبة لرسول ذلك فتقول اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلاتك كلما عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك يعني يجوز أن تقول كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أو تقول كلما ذكره أي أنه يسلم الذاكرون وغفل عن ذكره هذا جائز والأول أما الأحسن والأفضل أن تأتي بالخطاب في حق مولانا وبالضمير الغائب في حق مين أن تقول اللهم صل على كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره لماذا؟ قالوا لأن الذاكرين لله تعالى أكثر من الغافلين والعكس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الغافلين عن ذكره أفضل أكثر أكثر من الذاكرين بالنسبة لله الذاكرين له أكثر من الغافلين وبالنسبة للنبي الغافلين عن ذكره أكثر من الذاكرين فأراد أن يتحقق أو تتحقق الصلاة بأكبر عدد من الجانبين فجاء بالكثرة هنا وبالكثرة هنا هذا هو السلم لما عدد ما ذكرك وذكرهم الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعار المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعار المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعار المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكره الغافلون المترجم للقناة